بعد كل ثورة في الدنيا مفروض بيبقى فيه نهضة بتقوم على اكتاف الناس اللي ما كانتش واخد حقها في النظام السابق يمكن عندنا احنا مشكلة كبيرة جدا في مصر في قيادات الصف التاني انه دايما كان الترقيات بتم عن طريق انه يبقى اهل الثقة بس ما يبقوش مش على اساس الكفاءة وبما ان احنا بنتكلم بعد ثورة وعايزين مشتقبل بلدنا يبقى افضل يبقى احنا محتاجين ان احنا نتخلص من مشاكل كتير زي الروتين والبيروقراطية والاهمال اللي من اهم اسباب انه عدم تطوير قيادات الصف التاني وترقيتها وان هي ما تاخدش مناصب خالص عشان كده هيكون معنا النهاردة بشمهند السياحية حسين عبدالهادي مدير مركز اعداد القادة وخبير في التنمية البشرية هيكلمنا عن كيفية اهل الشباب علشان يتقلدوا مناصب رفيعة صباح نور خلينا نبتدي من الاول فانهي مرحلة سنية بالزبط ممكن نقدر نبتدي نأهل الشباب علشان يبقوا قادة لا التأهيل اولا هو القائد بيبقى لازم اساسا هو موهوب للقيادة يعني لازم يكون هو عنده موهبة لكن الدور الاخر المكمل ان تسقل هذه الموهبة بمهارات ادارية وقيادية عشان تكمل هذا الجانب وان يتاح له فرصة الممارسة لكي يطبق وهتمره ونتعلم بالصواب والخطر طب نبتدي منين نبتدي منين بقى يعني من انهي سن يعني مفروض ان احنا نلاحظ المهارات القيادية دي من سن كام ونبتدي منميها من سن كام عشان نبتدي نمشي على مان حاجة علمي صحيح يوصلنا النتيجة في الاخر طبعا يعني بتعطى اثناء الدراسة بتعطى للجميع الموهوب وغير الموهوب مواد مدارس العادية لا مش من المدارس يعني احنا نكلم ممكن في مستوى الجامعة ممكن بتعطى معلومات ادارية للجميع الموهوب وغير الموهوب لكن بعد ان يتخرج ويبدأ ممارسة الحياة العملية الحياة العملية مزيتها انه بيتعلم بالصواب الخطأ يعني ما ينفعش بعد ما يتخرج من الجامعة مباشرة حيبقى قائد لمؤسسة كبيرة ولكن هو بيكتسب بهذه الخبرة اللي هي لغاية دلوقتي من غير علم الخبرة القيادية بيتعلم من قدوة سواء قدوة بقى المفروض القدوة حسنة قدوة صالحة وحتى بيتعلم من القادة اللي كانوا بيقودوا اللي هم سيئين خلال الممارسة بيتعلم من مواقف مختلفة ان ده اخطأ قائدي او مديري اخطأ في الشيء الفلاني فبالتالي علي ان انا مستقبلا اتلافى هذا الخطأ مش مانسى حالك مش شايف انه من اول سن الجامعة ده يكون متأخر شوية يعني لو احنا بنتكلم على انه الطفل المصري يعتبر من ازكى اطفال العالم وثبت انه هو مع الوقت كان هو بيبقى هو يعني ربنا لما بييجي الدنيا لو طفل المصري في افضل حالات ومع الوقت ومع المشاكل التعليمية ومع الحاجات اللي هو بيقابلها بيبتدي زكاءه ده اللي هو بيبتدي انه هو يخش زي ما بنقول ايه في مفرمت الحياة وما بتبانلوش مواهبه طب لو احنا ابتدينا من بدري شوية لو ابتدينا من وحنا من الولاد صغيرين يتعمل لهم ايكيو تاست يتعمل لهم اختبارات لقياس الحاجات دي ما نقسل صح عشان نلاقي نتيجة لانه اعتقد انه الجامعة دي اخر مرحلة احنا بنتكلم كده خلاص اللي هو يدوبك قبل ما يخش الحياة احنا احنا شغلتنا نحن بنعد لاختيار قيادات اكتشاف قيادات في الوحدات الانتاجية سواء كانت صناعية او خدمية لتولي القيادة من المستوى الاول بمعنى واحد رئيس شركة بغض ناس القطاع خاص او قطاع عام يعني او كده احنا دورنا احنا كمركز احداث قدر دورنا ان احنا بنوا اهل هؤلاء الناس ونختارهم لكن في ادوار كبيرة ما هو ده انا عايز اعرفه يعني القيادة مثلا في قطر القيادة بيضمان في المعايير اه طبع بيبقى يكون قطع فترة زمنية من الممارسة اللي هي عد ايه مثلا يا بقى ما فيش مقياس معين لكن انا اعتقد انه في مرحلة اللي هي المناسبة ممكن في سن التلاتينات ده المتوسط يصلح لان يكون رئيسا لمؤسسة كبرى فيها عدة الاف من العاملين لكن طبعا كلما صغر حجم المؤسسة كلما انخفض يعني عمل سن بكلم ليه سن والتلاتينات ده سن كويس ليه حضرتك لانه زي ما اقول حضرتك السن اكلم عني وعن حضرتك وكده وعن اي مواطن هو بيبدأ ينخرط في عمل بمجرد تخرجه من الجمع بيبدأ يمارس قياده حتى على حجم صغير يعني من الافراد داخل مؤسسته هو بيتعرض لمواقف يخطئ فيها ويصيب فبيتعلم من ممارسته نفسه بيشوف حد اكبر منه بيتعامل معاه برضو بيخطئ او يصيب القائد الكويس بتعاملنا حاجة كده بيبدأ يؤهل نفسه بدورات تدريبية في مجالات مهارات التفاوض مهارات الاتصال القيادة انواع القيادة والكلام ده كله الى ان يصل الى مستوى وفي الخلال الفترة دي بيقاس اداءه من المفترض طبعا ان يقاس اداءه ومفترض احنا مكلم على مؤسسة رشيدة وليست مؤسسة معيار الترقي فيها اللي هو الولاء وكده اللي لازم يكون معيار الترقي هو الكفاءة طبعا غير الوضع اللي كان موجود قبل كده يا فنم احنا قعدنا تلاتين سنة يعني في نظام كان لا يعترف غير باهل الثقة ويمكن ده وقعنا في مشاكل يعني لا حصرة لها بسبب انه اختيار الناس لمجرد الولاء انه هما بيتحطوا في مواقف وفي اماكن بتودي الاماكن دي كلها في مشاكل اه ايه اللي تغير بعد طولة 25 لس بس اللي حيتغير بقى ايه اللي احنا عاوزينه ما نحاول لحضرتك اول حاجة طبعا يجب ان يكون اه الترقي في المؤسسات الدولة او الشركات او كده اه وفقا لمعايير اولها الكفاءة قد بالك حضرتك تبقي على عطق مين بس يا فنم لا على عطق الدول ايه مين يعني اللي وجه الكلام لمين بالزبط اه اللي حضرتك الدولة احنا الشعب والدولة يندمجان في هذا ديني فرصة بس الفضل اه انا بكلم على وضع حالي انا واحد طبعا يعني من المحسوبين على الثورة يعني انا معروف يعني فانا بكلم وبنقض نقد ذاتي الوضع الحالي يا فندم في مصر ان مؤسسات الدولة التي شاخت رئيسها من قبل شاخت ايضا نفس الحكاية وانت اماموا واقع المدة مش بسيطة المدة تلاتين سنة واكثر من تلاتين سنة ترتب عليها ان القيادات صف اول وصف تاني اغلبها كان بيختار بمعايير امنية وليست معايير كفاءة بالعكس يعني دول ايالك بتفصل مش كده ولا ايه فانت اماموا واقع يعني هتجد لو انا اعينت رئيس المؤسسة دلوقتي ساجد واقع ناس مسبتة على وظيف الصف التاني والصف التالت ولا استطيع ان افصلهم ولا استطيع ان اعزلهم الناس دي عينت بمعايير الولاء والانتماء على الاقل ان لم يكن فاسدا طبعا يكون في معايير الفساد كمان لكن حتى لو لم يكن فاسدا فهو ليس كفاء حلو احنا عشان نعملها ازاي انا بقول كما يقول الاخوة جميعا الديمقراطية هي الحل احنا داخلين على انتخابات وحولنا الى دولة مدنية حقيقية ولدينا مجلس شعب حقيقي باذن الله يسن ويشرع هو يعني مجلس شعب المنتخب انتخابا حقيقيا وظيفته رقابية علي ان يراقب لكن يهمني كمان الوظيفة تشرعية هناك قوانين رسخت مثل هذه الامور فساد مقنن مش كده ولا ايه يجب القوانين بقى اللي حيصدرها ويسنوها برلمان الصورة يدي ويتيح الفرصة اكثر للتخلص من القيادات غير الكفأة والاستعانة بقيادات كفأة طيب مش مهندس يحيق قبل ما نعدي النقطة لو حضرتك توجه طلبات محددة بشأن قوانين محددة محتاجة ان هي تتغير انه ده معفروض ان هو ما يبقاش في القانون وانه عشان ده نتقدم نقول ايه في نقطة واحد اتنين ثلاثة بحاجات محددة رئيس مركز اعداد القادة هو اللي بيقولها تمام اول حاجة يبقى المؤسسات نفسها يحاسب كل رئيس مؤسسة جزء من تقييمه على ما بذله الاعداد صف تاني وتأهيله لان احنا بنواجه مشكلة ان الشركات احنا بنقول دورنا تدريبي عجز في الكوادر لا واحيانا بيبقى فيه كوادر يا فندي موجودة لكن رئيس الشركة الذي زي ما نقول شاخة برضو على كرسيه بيبعط لنا اسوأ العناصر عشان ياخدوا الدور طبعا احنا عندنا بنحاول نفلتر او كده واذا حد عده وخد الدورة واهل في احيان كثيرة ما بعممش طبعا لما بيعود لشركته بيحس بغيره من المسؤول الاول لان بيستشعر ان هذا هو وريثه فبيحاول يتفنه في الحياة اذا حوسب هذا الرئيس على انه جزء من تقييمه ونجاحه وانجازه ان يعد صفا ثانيا حقيقيا اعتقد ده مطلوب ان هذه المعايير تتحط في القوانين اللي هي قوانين الصورة بقى ان شاء الله هل مثلا محتاجين لا لا لو اكلمنا على القوانين الموجودات هل مثلا محتاجين تغيير قانون العمل تغيير بنود معينة فيه قانون القانون الوظيفي مثلا اه احنا عايزين الاكفأ انا مش حذكر مؤسسات لكن هناك مؤسسات صحفية ومؤسسات حكومية لم يتغير فيها فندم الا الرأس فقط لانه ده تغيير سياسي ولكن الرأس اللي احنا يعني فيه ناس انا اعرفهم هم ثوريون ولا داهم افكار لكن ييجي على رئيس المؤسسات الصحفية فيفاجأ بانه ترسخت الاوضاع بان هؤلاء غير الاكفاء وبعضهم فاسد اصبحوا فلان مدير تحرير الصحيفة وفلان مساعد مدير التحرير وفلان كذا يعني ادواته كلها مثبتة مش بس كمان يعني ممكن يشيلها بسهولة او حاجة زي كده فعشان كده دي لازم القوانين تساعد معلش انا يمكن قطرت في الحتة دي لكن هي ليست القوانين فقط هي زي ما يقول لحضرتك هو الرقابة عندما يكون هناك ديمقراطية سيحاسب اي مسؤول في هذا البلد على انجازه وعلى كفاءته اشتركوا في القناة